اهلا وسهلا بكم في قناة القيادة المبدع نقدم لكم في هذا المقطع أسئلة مع عجوبتها لاختبار رخصة للتربوي العام إلى السؤال الأول السؤال عندما يقوم المعلم بتفعيل أنشطة اليوم الوطني ويكساب الطلاب اتجاهات بأنهم جزء من هذا الوطن يحبونه ويتعلقون به ويدافعون عنه فإنه يعمل ألف على تعزيز الهوية الوطنية با تعزيز الانتماء المهني جيم تعزيز الانتماء الاجتماعي دال تعزيز العلاقات الوسرية نلاحظ في السؤال أنه يتكلم عن أنشطة اليوم الوطني وأيضا تعزيز محبة الوطن والدفاع عنه في قلوب الأبناء إذن هو ينمي فيهم أو يعزز الهوية الوطنية يعزز الهوية الوطنية إذن الإجابة هي تعزيز الهوية الوطنية اشترك معنا في القناة إلى السؤال التالي السؤال منحت معلمة الرسم الطالبة أسماء درجة بسبب قيامها بمساعدة زميلتها على تعلم أساسية الرسم ما قامت به المعلمة يعتبر ألف عقاب سلبي با عقاب إيجابي جيم تعزيز سلبي دال تعزيز إيجابي في المقطع السابق تكلمنا عن التعزيز والعقاب وذكرنا أنه يمكن الحكم على السلوك بأنه جيد أو سيء إذا كان السلوك جيد فيعتبر تعزيز إذا كان السلوك سيء يعتبر عقاب ويمكن الرجوع إلى المقطع السابق التجميعات رقم تسعة هنا لنحدد هل السلوك أولا إيجابي أم لا ماذا قامت الطالبة قامت بمساعدة زميلتها إذن قامت بمساعدة زميلتها هل هذا السلوك جيد أم سيء طبعا يعتبر السلوك جيد إذن يعتبر تعزيز إذن تعزيز طيب ما قامت به المعلمة هل أضافت أو سحبت إذا كانت أضافت فهو إيجابي إذا كانت سحبت فهو سلبي منحة الطالبة منحة الطالبة درجة منحة الطالبة درجة المنح يعني الإضافة يعني الإضافة إذن إيجابي إذن التعزيز إيجابي الجواب هو التعزيز الإيجابي الإيجابي إلى السؤال التالي السؤال عندما يقوم المعلم بتكليف الطلاب بالبحث والرجوع إلى مصادر التعلم ليتعلموا بأنفسهم دون ناقل المعلومات لهم فإنه في هذه الحالة يتبنى نظريات من الواضح من السؤال قبل عرض الاختيارات الإيجابة لكن لنعرض الاختيارات ونبدأ هنا كلمة دون وهنا يتعلم بأنفسهم فهي واضحة لكن لنستعرض الاختيارات الاختيار الأول البنائية الاختيار الثاني النظرية السلوكية الاختيار الثالث النظرية التقليدية الاختيار الرابع الاجتماعية لاحظ أولا كلمة دون نقل المعلومات نقل المعلومات نقل المعلومات عادة يتم في السلوكية في السلوكية والتقليدية وإن كانت السلوكية ناتج السلوك هو من يحدد إذن ليست التقليدية وليست السلوكية لأنهم يتعلموا بأنفسهم فيبنوا المعرفة في أذهانهم فالجواب هي البنائية لو كان تعلم جماعي واجتماعي بشكل واضح في السؤال لاخترنا الاجتماعية لكن الاجتماعية أبعد من البنائية نوعا ما في هذا السؤال فبما أن الطلاب يبحثون في مصادر التعلم ليتعلموا بأنفسهم دون نقل المعلومات من المعلم فإن هذه أو هذا المعلم يتبنى النظرية البنائية فالجواب هو النظرية البنائية إلى السؤال التالي السؤال واحدة مما يلي هي من مراحل النمو المعرفي عند برونر لو تذكرون سبق تكلمنا عن النمو المعرفي عند بياجيه وهناك مقطع يمكن الرجوع له عن النمو المعرفي عند بياجيه تجدونه في الرابط في أسفل الوصف بإذن الله لنستعرض الخيارات ألف مرحلة العمليات المادية با مرحلة العمليات المجردة جيم مرحلة التمثيل العملي دال مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة لو رجعنا لنظرية بياجيه في النمو المعرفي لو وجدنا أن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مراحل النمو المعرفي عند بياجيه وليست عند برونر إذن هذه عند بياجيه فليست عند برونر إذن نستبعد ألف وباء مرحلة العمليات المادية ومرحلة العمليات المجردة لأنها من نظرية النمو المعرفي لبياجيه نأتي إلى مرحلة التمثيل العملي ومرحلة الثقة مقابل الثقة قبل ذلك لنستعرف نظرية النمو المعرفي عند بنورا بشكل سريع مراحل النمو المعرفي عند برونر بشكل سريع لأنه يعتمد على المعرفة ومعالجتها في العقل مثل النظريات البنائية بشكل عام مراحل النمو المعرفي عند برونر الأولى مرحلة تمثيل العملي التمثيل الواقعي إذن الطالب يتعامل مع المحسوس في النشاط المرحلة الثانية مرحلة تمثيل الشكلي أو الأيقوني المقصود بها الاستعانة بالصور والأشكال لبناء صورة ذهنية المرحلة الثالثة عند برونر هي مرحلة التمثيل الرمزي إذن أصبح هناك نضج عقلي عند الطالب فيكتفي بالتمثيل الرمزي سواء كلمات أو أرقام لنعود للخيارات المتبقية إحنا باقي عندنا جيم ودا مرحلة تمثيل العملي لو نظرنا نجدها أول مراحل عند برونر إذن هذه الإجابة صحيحة طيب مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة في أي نظرية؟ مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة هي في نظريات النمو النفسي لأريك إيريكسون إذن هذه في النمو النفسي وليست لبرونر لكنها لأريك إيريكسون إذن الجواب مرحلة التمثيل العملي هي واحدة من مراحل النمو المعرفي عند برونر لو لاحظنا مراحل النمو عند برونر نجدها ثلاثة مراحل مرحلة التمثيل العملي مرحلة التمثيل الشكلي أو الإيقوني ومرحلة التمثيل الرمزي إذن الإجابة مرحلة التمثيل العملي وهي المرحلة الأولى من مراحل نظرية النمو المعرفي لبرونر اشترك معنا في القناة إلى السؤال التالي السؤال عند مناقشة مشكلة ما مع طلابك إذن نتعامل مع مشكلة مع طلابك وبعد شعور الطلاب بالمشكلة فإنك تنتقل معهم إلى الاختيارات ألف وضع الفرضيات المتعلقة بها ب تحديد المشكلة جيم جمع المعلومات عنها دال اختبار صحة الفرضيات قبل حل السؤال لنحدد مراحل حل المشكلة مراحل حل المشكلة يوجد عدد المراحل لحل المشكلة المرحلة الأولى الإحساس بالمشكلة المرحلة الثانية تحديد المشكلة إذن بعد الإحساس بالمشكلة أو الشعور بها نبدأ بتحديد المشكلة ثم جمع المعلومات ثم وضع الفرضيات واختبار صحة الفرضيات وأخيرا تطبيق الاستنتاجات لنعود للسؤال نجد الطلاب شعروا بالمشكلة إذن الشعور بالمشكلة والإحساس بالمشكلة وهو يتكلم ما هي الخطوة التالية الخطوة التالية بعد الإحساس بالمشكلة تحديد المشكلة إذن الإجابة هي الإجابة الصحيحة لتحديد المشكلة إذن الإجابة تحديد المشكلة وهي الخطوة الثانية في خطوات حل المشكلة إلى السؤال التالي السؤال تعد استراتيجية حل المشكلات مناسبة للطلاب ذوي الذكاء اللغوي المنطقي الحركي الرياضي سنتكلم عن الحل بطريقتين استراتيجيتين أولا معرفة المعاني الثاني الاستبعاد فلنبدأ بالاستبعاد عادة في الأسئلة إذا وجد إجابتين متشابهتين تستبعد إجابتين متشابهتين تستبعد لاحظ هنا الحركي والرياضي تقريبا نفس المعنى فأنا يتم الاستبعاد مباشرة يتم الاستبعاد مباشرة إذن يتبقى لدينا الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي استراتيجية حل المشكلات وخطواتها تكلمنا عنها في السؤال السابق لكن هذا لا يهمنا كثيرا الآن لكن يهمنا أي أنواع الذكاء يفضل حل المشكلات اللغوي يتعامل مع اللغة والمنطق يتعامل مع تسلسل الأحداث وترتيبها وحلها لنأخذ المعاني بشكل أدق ثم نجيب الذكاء اللغوي يضم قدرات استخدام المفردات اللغوية والقيام بالتحليل اللفظي وفهم المادة اللفظية وفهم المجاز والاستعارة يلاحظ ذلك عند الأدباء والإعلاميين ومن في حكمهم إذن هذا اللغوي يستخدم اللغة وأنماطها ويتفنن في استخراج العبارات أو إخراج العبارات فهذا ذكاء لغوي وهذا عنده الأدباء بشكل واضح أما الذكاء المنطقي فهو القدرة على معالجة المشكلات وهنا الحل لكن لنكمل معالجة المشكلات وحلة باستخدام الحجاج والبراهين والعلاقات بين الأشياء ومن أمثلة العملية المستخدمة في هذا الذكاء التجميع في فئات والتصنيف والاستنتاج واختبار الفروض والمعالجات الحسابية لذلك المنطقي يحب الأرقام يحب التصنيف والاستنتاج واستخراج الفرضيات يحب حل المشكلات إذن الذكاء المنطقي محب لحل المشكلات إذن الإجابة هي الذكاء المنطقي اشترك معنا في القناة إلى السؤال التالي السؤال ينتج عن قدرات التعلم وفق نموذج كولب مجموعة من الماطل التعلم عددها في السؤال السابق تكلمنا عن قدرات التعلم وفق نموذج كولب وجدناها أربعة إذا تذكرون أنها أربعة من يتذكرها جميل ممتاز حتى أنها بدأت بالخبرات الحسية والملاحظات التاملية وهكذا نأتي للأنماط كم عددها هل هي ثلاثة أنماط هل هي ستة أنماط هل هي خمسة أنماط هل هي أربعة أنماط نموذج كولب يسمى في بعض الأحيان نموذج كولب الرباعي نموذج كولب الرباعي إذن كم نماط يوجد لكولب هل هو ثلاثة أو ستة أو خمسة أو أربعة من مسمىه نموذج كولب الرباعي إذن أربعة أنماط أربعة أنماط الإجابة إذن هي أربعة أنماط ما هي هذه الأنماط؟ نستعرضها بشكل سريع إذن نموذج كولب أربعة أنماط أنماط التعلم في كولب هي الأسلوب التقاربي هذا الأول الثاني الأسلوب الاستيعابي الثالث الأسلوب التكيفي الرابع الأسلوب التباعد أو التشعب إلى اللقاء في مقاطع قادمة بإذن الله اشترك معنا في القناة